حلم العودة إلى الديار يراود نازحين نوى وصلاح الدين وديالا والأنبار بعد أن تقطعت بهم السبل في المخيمات بعض من عاد منهم نزح بشكل عكسي باتجاه المخيمات المتهاركة رغم ظنك العيش فيها بعد أن صدموا من هول الأوضاع المنهارة في مدنهم مساكنهم المدمرة والمتفجرات والجثث ما زالت تحت الأنقاض فلم تعد صالحة للسكن بفعل ما خلفته المعارك التي شهدتها المدن حيث أمسى معظمها بحاجة إلى تأهيل واسع لبناء التحتية وسط عجز وتقاعس حكومي من أعمارها رغم كل هذه المأساة إلا أنهم يحلمون بالعودة إليها نحن أريدكم تراجعونا لبيوتنا والله كل شيء ما أريد وحق هذا الله كل شيء ما أريد من عندهم والناس هذه المسؤولين أكثر من مليوني نازح في العراق يعيشون أوضاع صعبة خارج مناطقهم ويعانون من نقص في الغذاء والدواء مع غياب واضح للجهود الحكومية أو الدولية في تقديم المساعدة لهم بحسب ما أكرتهم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة ودخول موسم الأمطار فإن الألاف من الأطفال وكبار السن ممن يقطنون الخيام باتت حياتهم في خطر تعال شوف الطين تعال شوف الوحل تعال شوف الوحل تبهدننا تبهدن لا عدنا مي لا عدنا شيء غير مضطربة العالم من فوقنا جاعدين عطين هاي الفرشات من توال العالم تجيبيننا خلف الله عليها صارت وحل ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة قال إن عمل المفوضية لم ينتهي بعد رغم مرور عام عن انتهاء القتال في العراق كما وأن الجراحة التي تسببت بها سنوات الصراع ما زالت أثارها شخصة محذرا من العولة المبكرة للنازحين لمناطقهم ما صعدين علينا نهائيا ولا نفكرين بنا نحن مواطنين عراقيين لازم الحكومة يصد علينا وتحسب حسابنا تجي تزورنا وترجعنا إلى مكاننا هسا التعويض همينا لا يريد أن تطلنا لا يريد التعويض بس يسمحون أن نرد على ديارنا التخبط الحكومي وعدم معرفتهم بطرق إدارة الدولة والمؤسسات وتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي أسباب أدت إلى تأخر عولة النازحين لمناطقهم فقضيتهم هي آخر ما يمكن أن يؤرق الساسة المتصارعين على المناصب ترجمة نانسي قنقر